ما أثر الزيادة في عدد الضحايا أو من يقتلوا من جيش الاحتلال على ما يدور من معارك على الأرض بالتأكيد أثر كبير جدا على الداخل الإسرائيلي كل يوم قوات المقاومة الفلسطينية تحقق خسائر وخسائر كبيرة جدا في زباط وأفراد وزباط أولاد شخصيات مهمة زي ابن رئيس الأركان الإسرائيلي اللي مش في جناسته من يمين نتنياهو والداخل الإسرائيلي ليس خافيا على أحد أن هما بدأت الناس كتير جدا تنزح من إسرائيل للدول القادمة منها كلام على حوالي ربعمائة ألف خرجوا من مطار تل قبيب تركوا إسرائيل فين الجنة المزعومة وفين الأمن والأمان وأن احنا أقوى جيش في المنطقة وأن أأمن مكان في المنطقة وواحدة الديمقراطية كل هذا تهدم بعد عملية طوفان الأقصى الداخل الإسرائيلي كله حاليا لو لا حالة الحرب فقط إنما بين يمين نتنياهو وبن غفير والحكومة اليمينية المتطرفة يعني أعتقد أنها مش هترحلوا فقط لا أعتقد أنهم هيتحكموا ويتسئلوا عن كل هذه الضحايا وكل هذه الدماء والأرواح اللي كانوا في غينة عنها لو كان الحل السياسي من الأول أو حتى العملية تكون محدودة ثم لا يوجد حرب في الدنيا بتنهي صراع خالص الحرب لابد أن يعقبها جلوس على مقيرة المفاوضات لكن إن إحنا نقعد لوقتي داخلنا على سبعين يوم حرب إبادة إبادة كاملة لكل المباني اللي فوق هش الأرض هم أعلنوا عن عدوهم الأول حماس وأنهم يقضوا على حماس وأنهم يخرجوا الأسرة أو المخطوفين زي ما بيقولوا لخرجوا واحد بس من الأسرة واحد بس حتى محررهوش بقوات كل الأسرة اللي تسلموا باتفاقيات مع المقاومة وبواسطة مصرية أمريكية قطرية ما أبضوش على حد من قيادات حماس ما أعلنش عن مثلا مقتل أو مصرع أو استشاة حد من القيادات المعروفة اللي هم بيتعقبوها ليل ونهار المقاومة تحت في الأنفاق وهم مسكين طهران قصف متعمد على كل الأبنية في قطاع الشمال سووا القطاع الشمالي من قطاع غزة بالأرض ودخلين دلوقتي على الوسط والجنوب طب وبعدين العالم كله مستنكر كم الضحايا وكم الدماء وصور الأطفال وصور النساء وصور القتل أظهرت الواجه الحقيقي للصهيونية الإسرائيلية اللي كان العالم كله مخشوش فيها وبدأت مظاهرات شعبية تكتاح الدول الغرب وتكتاح حتى أمريكا نفسها وحتى في إسرائيل نفسها في مظاهرات شعبية بتقول اوقفوا هذا الضمار هذه الحرب المجنونة المسعورة غير المسبوقة ولا في الحرب العالمية التانية كان فيه مظاهر الضمار الشامل اللي موجودة في غزة حاليا دلوقتي والإبادة الجماعية والناس اللي كل يوم المستشفيات لا فيها إمكانيات ولا فيها أي مية ولا فيها بنج ولا فيها أي حاجة والناس بتتعمل لها عمليات خطيرة في طرقات المستشفى بأدوات بدائية جدا جدا ما فيهش في العالم ما حصلش دولة في العالم بتعتدي على شعب أعزل ما فيهش قوات مسلحة ما فيهش شرطة ما فيهش تهرام ما فيهش دفاع جوي بهذا الحجم وتستمر العجيب أن السكوت العالمي والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن اللي يتصدى للإرادة العالمية بإيقاف القتل مش إيقاف الضرب إيقاف القتل اللي موجود في غزة لغاية دلوقتي هي إسرائيل أعمقت القراهية العربية والعالمية ليها في العالم وتحتاج لوقت كبير جدا جدا عشان تخسل وجهها مرة أخرى وتقدع العالم بأنها دولة مسلمة ووسط وحوش يتربصون بها ما جدوى ضخ مياه في الأنفاق هم بيحاولوا دلوقتي بأي وسيلة أنهم يحققوا أي نصر أو يحققوا أي حاجة ضد الأنفاق طبعا الأنفاق في غزة غير الأنفاق في سيناء هم بيحاولوا يقلدوا لما إحنا عشان قاطر في مصر عشان قاطر الجماعات الإرهابية اللي كانت بالجنة من الأنفاق واتغمرت بالبحر فاتقضى على معظم الأنفاق الأنفاق في سيناء كانت عبارة عن رمال وهشة فالبحر والمية توقعها كلها لكن الأنفاق اللي معمولة في غزة بطول حوالي 500 كيلو معمولة بطرق هندسية ومسلحة والمية ما أفتكرش أنها هتجيب نتيجة معاهم بالعكس ده ممكن بعد كده يعني يستلموا جسس غرقانة من جسس المدنيين بتوقعهم أو العسكرين بتوقعهم من جراء هذا الفعل الأخرق اللي بيعملوه بدلا من هذا يعترفوا أنهم فشلوا في تحقيق أهدفهم اللي هي تحرير الرهائل والقضاء على المقاومة ويقعدوا بقى بواسطة أمريكية بواسطة غربية بواسطة عربية يقعدوا على مقرية المفاوضات ولابد من لإنهاء هذا الصراع من الحل السلمي وحل الدولتين لا مناص من كده لأن الشعب في غزة والشعب في فلسطين كلها وفي الضفة الغربية كلها لن يقبل بأقل من دولة 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 لي زي بقية العالم كله هو الدولة الوحيدة المحتلة في العالم دولئة الدولة الفلسطينية بالأمس الأمم المتحدة كل الدول معادة عشر دول فقط هي التي رفضت قرار وقف إطلاق النار أما بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فوا فقط ورغم أن هذا القرار طبعا يختلف عن قرارات مجلس الأمن ولكن إلى أي مدى يمكن أن تستمر إسرائيل في ظل عدم وجود أي تأييد دولي خاصة بعد التصريحات التي تحدث بها الرئيس الأمريكي حول رفضه لتصرفات هذه الحكومة يعني وصلت إسرائيل حاليا دلوقتي لدرجة أن كفلها واللي هو وليه أمرها واللي بيمدها بالسلاح والزخيرة والأموال بايدن رئيس أمريكا بدأ يتكلم عن وجود خلافات ما بينه وما بين نتنياهو ووجود خلافات ما بينه وما بين الحكومة اليمينية المتطرفة رغم أنه في آخر القطاب قاله بس ده ما ينفيش أو ما يعنيش أن أنا مش هستمر في الدعم هو مستمر في الدعم هو بيحاول يمسك العصاية من النص علشان خاطر الناخب الأمريكي اللي هو على وشك الدخول في عام الانتخابات العام القادم بدأت الجمهوريين يطنطنوا بالمجازر اللي بتحصل في غزة وتأييد الديمقراطيين ليهم والإنفاق عليهم والمليارات اللي بتتصرف من أموال دفع الضرائب زائد المظاهرات الشعبية اللي في أمريكا فهو بيحاول يجمل صورته شوية إنه هو مش منحاز على طول الخط لا هو مختلف في حاجات كتيرة منها لا يابد من وجود هدنة إنسانية لابد من إدخال الطعام لابد من إدخال الوقود لابد من إدخال الأدوية كل ده كلام أعتقد أنه هو للاستهلاك المحلي لتحسين صورته محليا ولكن إسرائيل من غير الدعم أمريكا لا يمكن تستمر في الحرب يوم واحد زيادة لأي خلصت الاحتياطي بتاعها من الزخير وخلصت الاحتياطي بتاعها من الأسلحة كلها وعايشة على الجسر الجوي اللي جايلها من أمريكا زي بالظبط بعد الجيش المصري مضربهم في 73 بحوالي 10 أيام بدأ الجسر الجوي الأمريكي هو اللي يلحق الإسرائيليين وأعوضهم بالأسلحة والزخير هو دلوقتي بالظبط اللي بيحصل فهيستحيل يكون فيه خلاف حقيقي ما بين بنيمين نتنياهو وما بين بايدن ولكن أعتقد أن بايدن بيصرح هذه التصريحات بناء على نصايح من مستشاريه لتجميل صورته داخليا رغم على الإعلان من مصر ومن كل الدول المتابعة للموضوع برفض فكرة التهجير القصري خرجت مسؤولة في الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن فكرة التهجير الطوعي إلى مصر أيضا إذن الفكرة ما زالت مطروحة من الجانب الإسرائيلي وكل اللي بيحصل في غزة دوت على شام قاطر يجدوا فرصة وإن الرأي العالمي كان في الأول معاهم ومؤيدهم للدفاع عن نفسيهم قالوا ناكل القطاع كله وده تخططهم من زمان إنهم يخلوا القطاع من سكانه الأصليين سواء بقى ما فيش حاجة اسمها تهجير طوعي وأنا مش ممكن أسيب بيتي طوعا واختيارا وبلدي وروح في حتة تانية ده كلام يعني مجرد نصبه وتغيير المصطلحات لا ده تهجير قصري لا ده تهجير طوعي لا ما فيش حاجة اسمها تهجير طوعي والشعب الفلسطيني أكتر من الشعب المصري ومن الشعوب العربية وكلها ومن الأردن ومن أن إحنا كلنا رفضين التهجير عشان إحنا مش عايزين نهد القضية الفلسطينية نفسها لو السكان تركوا الأرض ما خلاص خريطة إسرائيل وحققت حلمها وعمالة تكبر وتتوسع وفي الأخرة تقولك أنا من النيل للفراط إسرائيل الكبرى وقرب المسيح والكلام الخزعبلاتي اللي هم بيقولوه دوت نتيجة حاجات دينية يعني متطرفة تتماشى مع فكر الحكومة اليمينية المتطرفة ما فيش حاجة اسمها تهجير طوعي والفلسطيني ماسك في أرضه احنا بنشوف صورة الأم بتدفن ولادها وبتكلمهم وبتقول استمرار المقاومة ومش هنسيب بلدنا في أكتر من كده ما فيش أم في العالم شفناها بتقول كده وهي بتسك الكفن على ابنها وبتقول له مستمرين في المقاومة ومستمرين يا ابني روح انت في الجنة